اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك شوما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي يمن وفي عراق وفي فلسطين وفي ميامر وفي أفغانستان وفي أفغانستان وفي تركيا اللهم منصر الإسلام والمسلمين في اندونيسيا اللهم منصر الإسلام والمسلمين في اندونيسيا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك شوما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي يمن وفي عراق وفي فلسطين وفي فلسطين وفي ميامر وفي أفغانستان وفي أفغانستان وفي تركيا اللهم منصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا اللهم منصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك شوما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين وحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين اللهم منصر الإسلام والمسلمين